اهلا بكم في قناة ضحية نرجسي المكان اللي هنكشف فيه كل حقائق نرجسية وندعم فيه ضحاياها لو بتسأل ازاي تتعامل مع النرجسيين وتحمي نفسك من تأثيرهم السلبي فانت في المكان الصح وما تنسوش تشتركوا في القناة واتفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصلكم كل جديد تابعونا ويلا بينا نبدأ مع بعض رحلة الوعي والقوة والتحرر بداية الخيارة يا جماعة بتكون نفسية وعاطفية وتقريبا من الصعب جدا انك تلاقي زوج او زوجة بيحبوا بعض ومرتبطين ببعض بشكل قوي ان يحصل منهم الخيانة دي وبالذات فيه اول ارتباطهم زي اول الجواز او اول كم سنة جواز لان الطبيعي ان التركيز بينهم على بعض بيكون عالي جدا بيكون الاخلاص نتيجة طبيعية جدا للحب الحقيقي اللي بينهم وارتباطهم الطبيعي ببعض بيحرص الطرفين انهم يكونوا ملك لبعض بمعنى ان الراجل بيحتفظ برجلته النفسية والجسدية كمان لزوجته وكمان الزوجة بتحتفظ برجولتها النفسية والجسدية لزوجها بعد الزواج بيبدأ الزوجين يطوروا من علاقتهم ويكبروها ويبدأ التعامل كزوج وزوجة ويحفظوا الاتنين على العلاقة دي علشان يوصلوا مع بعض لحالة من الرضا عن زواجهم والعلاقة ككل وبالطبيعي لما بيحصل ده بيتولد عند الزوجين دول نوع من الانتماء والوفاء لبعض ولما بيوصل الاتنين لحالة الانتماء والوفاء دي بيكون عند كل طرف القدر على انه يرضي الطرف التاني ويلبي احتياجاته النفسية والعاطفية ومع الحالة دي من الارتباط والاخلاص بين الزوجين بتكون فرصة الخيانة من الطرفين قليلة قوي واقصد هنا الخيانة الجسدية بعد فترة من الزواد من المحتمل ان يحصل بعض التغيير في بعض الامور ودي حقيقة مش ممكن حد هيقدر ينكرها بتحس ان العيون اتفتحت اكتر وتبدأ تشوف العيوب وتظهر اكتر واكتر هد دي مثل بسيط ان لو فرضنا ان في زوجين فعلا ان دهم ارتباط ببعض وبينهم حب قوي وحقيقي لبعض بيستمر الحب ده بينهم حتى مع الاخطاء اللي بتحصل انا مش بقول انهم يتجاهلوا الاخطاء اللي بتحصل منهم او انهم بيحبوا الاخطاء دي لكن اقصد انهم بيحبوا بعض حتى مع وجود الاخطاء دي وده شيء طبيعي في اي علاقة في الدنيا لان ما فيش علاقة مثالية بنسبة 100% او كاملة بنسبة 100% ولازم يحصل فيها مشاكل او سلبيات الاهم من ده كمان ان لما واحد فيهم بيحصل منه خطأ او غلطة بيقوم الطرف التاني فورا بالوقوف جنبه ويدعمه ويساعده على انه يتجاوز الخطأ اللي حصل ده ويبدأ اللي اتنين يحولوا الخطأ ده لشيء ايجابي يفيد العلاقة ويقوي الرابطة اللي بينهم اكتر واكتر ومن هنا بيكبر الحب الحقيقي اللي بينهم في حالة النرجسي وللأسف لانه بيعيش في عالم من الاحلام والعالم بتاعه ده ما بيقبلش وجود خطأ ولو بسيط فبمجرد ما بيحصل منك خطأ بسيط او تصرف غير مقصود منك وبدلا من انه يقف جنبك ويساعدك على تجاوز الخطأ ده بيتعامل معاك بمنتهى الحسية وبيتحول جواه لشعور ورغبة في عقابك على الخطأ اللي صدر منك ده بالضبط كده كأنه بيقولك انك ما تستهلش وجودك معاه او انك ما تستهلش علاقتك به واللي بتكلم عنه هنا عن الراجل وعن المرأة النرجسية مش بخص حد معين بيبدأ النرجسي امتنع عن التعامل معاك بالشكل السابق وبيحصل تغيير شامل في معاملته ليك بعد الخطأ اللي صدر منك ده بيتعامل معاك النرجسي كأنك عبد عنده وفي نفس الوقت بيكون مرتبط بعلاقة تانية خالص وبيتعامل معاها بمنتهى المثالية والاهتمام والحب لانه بيكون في مرحلة فرض السيطرة والاغراق العاطفي لها علشان يضمن سيطرته الكاملة عليها فيما بعد وفي نفس الوقت بتتعامل انت بمنتهى الاهمال والجفاء بتفقل الاحساس والشعور بالانتماء والارتباط بالعلاقة تماما ومن هنا وفي اللحظة دي بتبدأ الخيانة النفسية او العاطفية وهو ده اساس الخيانة الجسدية بيبدأ النرجسي يحصل على احتياجاته النفسية والعاطفية من اي مصدر تاني وفي نفس الوقت بينتقم منك وبيسيبك في حالة من الجوع العاطفي المميت المشكلة الاكبر انه بعد ما بيخونك النرجسي فعلا بيجي عليه وقت لو حصل وتعرفت خيانته دي انه يلومك ويحملك المسئولية على انه اضطر يعمل كده ويتهمك بانك السبب في خيانته ليك او انه اضطر يبحث عن حد تاني يلبيه له الاحتياجات اللي اتحرب منها معاك ودي بتكون طريقته لما بيحاول يبرر اخطاءه معاك او خيانته ليك انه يكون معاه المبرر لسولوكياته المسيئة دي من المستحيل تماما ان النرجسي يندم على خيانته ليك لكن اصعب ما في الموضوع نفسه لما بيمارس عليك الاسقاط وزي ما قولنا قبل كده النرجسي مش بيخدعك او بيتلعب بيك نفسيا او جسديا وبس ولكن بيستهلكك وبيستنزف كل ما فيك اللي عايز اقوله بعتبره شيء مهم جدا انك اوعى تخلي خيانة النرجسي ليك او انك تتعرض للخيانة تبقى مبرر ليك لانك انت كمان تعمل شيء مش في طبيعتك او سلوك مش صح احيانا ممكن تفكر بسبب القلم اللي بتحس بيه بسبب الخيانة انك تخليه هو كمان يدوق القلم والوجع اللي بيكون نتيجة للخيانة وانك تعمل معاه زي ما هو عمل صدقني لما بتعمل كده انت كده بتقلده او بتتطبع بطبعه وبيكون قدر انه يخليك نسخة اسوأ منه حاول تحتفظ بطبيعتك وفطرتك السليمة وتحافظ على شخصيتك السوية النقية محدش ابدا يقبل انه يعيش قلم زي ده والخيانة شيء مؤلم وصعب وجرح بيكون كبير قوي لكن لازم ما ننساش اننا فيه علاقة ولها مسئوليات بتحكمنا زي لو كانت علاقة زوجية مثلا ومجرد التفكير في الكلام السابق ده هو هدم للعلاقة تماما مش بيحافظ عليها اعمل اللي عليك وحاول تكمل بشكل ما يكونش له تأثير سلبي عليك على قد ما تقدر لكن هتفضل النصيحة السابتة اللي لازم نقولها مع كل حلقة ان لو وصلت فعلا وتأكدت انك فيه علاقة نرجسية سامة هيكون اهم شيء تعمله لنفسك والحياتك انك تبعد تماما عن العلاقة دي وتوقف الاستنزاف النفسي والجسدي اللي انت بتتعرضه واوعد فكر ولو لحظة انك تمشي في طريق الخيانة كعقاب للنرجسية على خيان توليك وحافظ على شخصيتك الحقيقية للنهاية على قد ما تقدر خلي تفكيرك الاكبر على ازاي تقدر تشفى من جروحك وتأوي نفسك وتنهي العلاقة السامة دي وقت ما تسمح لك الظروف فورا وبكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو شكرا ليكم على المتابعة ووقتكم لو حسيتوا انكم استفدتم من الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصلكم كل جديد وكمان شاركوا الفيديو ده مع اي حد ممكن يستفيد منه لو عندكم اي تعليقات او اسئلة اكتبونا في الكومنتات واحنا هنبقى سعيدين جدا ان احنا نرد عليكم افتكروا دايما انكم تستحقوا حياة افضل بدون نرجسيين في حياتكم استنونا في الفيديوهات الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته